السلام عليكم مورودي ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم اليوم ان شاء الله سنحضر معكم بيسكوين جو كوند من الالف الى الياء كيف ما تنقولوا بمقادير جدا مضبوطة ان شاء الله تلقوها مكتوبة تحت الفيديو في صندوق الوصف وايضا بطريقة جدا مبسطة يمكن لأي سيدة تحضروا في المنزل دياله ولو اول مرة تحضروا سيجي معها ناجح مئة بالمئة بالنسبة لهذا البيسكوين هو معروف بزاف عند الفرنسيين بحيث انهم كيحضروا بي واحد حلوة مشهورة عندهم كتحمل الاسم تا حلوة الاوبرا هو الرابط دياله كيبال لكم في الشاشة يمكن لكم تدخلوا تشوفوها ايضا صراحة كتجي حلوة راقية ورائعة بزاف بزافة كيف يمكن لكم ايضا تحضروا بي العديد من الحلويات والطورتات وكذلك اليوبيوش كيف يمكن لكم تدروا كقاعدة لتشيزكيك ديالكم كيجرائع ايضا في التشيزكيك باش تعرفوا معي طريقة تحضير هاد البيسكيو كذلك مكوناته معلكم غير تتبوا معي الفيديو الى النهاية ودبا بسم الله على بركتي الله عندي ميتين جرام ديال بودرة اللوزة غير واحد ملاحظة صغيرة البنات انا عاد البودرة اللوز اللي استعملت صنع منزلي علاش لانك اتقام ارخاص من هذيك اللي كنت نخدم من المحلات التجارية بحالاتك تتقابعنا بنصف الثمان ديال الزنقام من الاحسان تقدوا فضل وكيبقى لكم الاختيرة كيف يمكن لكم تشريوها من المحلات اللي كتبع المنتوجات ديال الحلويات هنا عندي ميتين جرام ديال السكر الناعم اي السكر غلاسي عندي ثلاثين جرام من الدقيق المخصص للحلويات وايضا عندي خمسين جرام ديال السكر حبيبات سكر سنيدة وهنايا عندي ست بيضات كاملات اللي تكونوا بدرجة حرارة الغرفة وعندي ايضا ست بياض بيضة اذا تسألتوا الاصفر اشنو حضرت بي راني حضرت بي كريمة الزودة والرابط دياله كيبال لكم في الشاشة ايضا اللي استعنت بيه في حلوة الأوبيرا هنايا كان بدان طلع البيض ديال البيض ديالي وفي نفس الوقت كان بدان ضيف ديال خمسين جرام ديال السكر سنيدة باشا كدا كان حصل على واحد المرانج متماسكة مع التطريب المتواصل كنكمل كمية ديال السكر وانا كنطرب كنطرب حتى كنحصل على ديال القيوام ديال المرانج اللي كتشوفوا معايا في الصور بابا غديندوز للمرحلة الثانية كنغرب الميتين قرام ديال بودرة اللوز وكذلك السكر ناعم ومن بعد كنخلطهم مع بعضياتهم جيدا حتى كنحصل على واحد الخليط كيكون جدا متماسك وعفوا متماسك نيتو متجنث مع بعضياتهم حتى كنحصل على واحد البودرة واحدة هنا كنضيفه على داك الست بيضات وبالاستعانة بتطرها بالكهربائي كنبدأ نطرب المكونات مع بعضهم حتى كنحصل على واحد القيوام متجنث للخالات ديال كيف ما كتشوفوا معايا في الصور وبالاستعانة بواحد الملعقة كنبدأ نضيف ديال 30 جرام ديال الدقيق بشوية بشوية وانا كنضيفه وانا كنحرك حتى كنحصل على واحد القيوام متماسك ومتنجنث للخالات ديالي غير واحد ملاحظة صغيرة لبنات هنا غيباليكم الفيديو شوية طويل ولكن انا عمدا تعمت ما نسرعش الفيديو ونديرو يكون طويل باش هكذا تبووا معي الخطوات خطوة بخطوة ويجي معكم ان شاء الله هاد البسكوي ناجح هنا يم بعد ما كنكون جمعة الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كنبدأ كنضيف عليه المرانج ديالي اللي كنقسمها على ثلاث دفعات كنضيف الدفع الاولى وبالاستعانة بالسباتيول كنبدأ نحرك الخليط من الفوق التحت يعني من الاعلى الى اسفل بالاستعانة بالسباتيولا كيف ما كتشوفوا راني ما سرعتش نهائيا الفيديو باش تتبعوا معايا الخطوات وما تهبطش معاكم البيسكوي اولا الجنوات ديالكم ديكم ناجحة مئة بلمئة هنا كنضيف الدفع الاخيرة وكنبدأ كنخلط وأنا كنخلط حتى كنتمسك لي جميع المكونات مع بعضها وكنحصل على واحد الخليط كيكون دوقي ومتجاني ستبارك الله يا ما شاء الله كيجي للحجم تعوي يعني الفوليوم دياله كيف ما كتشوفوا معايا كتجي الكمية من فوخة كتجي رائعة ولكن سروا انكم تخلطوا بشوية بشوية هنا بالاستعانة بحطة ولي كنكون دهنالة الواجهة ديالها بالزبدة ومغلفها بورقة الزبدة ايضا هلاش غلفتها بورقة الزبدة ودهن تعمل تحت بالزبدة باش هكذا الورقة ديالي كيلتاسق وما كيديرونجيني شاش كالبينسرح الخليط ديالي ديال البيسكويت هنا يالبيسكويت ديالي كنقسموه على ثلاثة أجزاء كنضيف الكمية الأولى على الطواو كنسرحها بالاستعانة بالملعقة كنسرحوها بشوية بشوية باش هكذا ما تهبطش لينا واحد ملاحظة صغيرة للسومك اللي كتسرحوها عليه ولي كتبقى عليه يعني مع الطيب كتضاعف غش شوية ماشي بزاف الحجم دياله لان هذي بسكويت كيجير قايقة صافي بعدما كنسرح الخليط ديالي كعلى شكل مربع كيفما كتشوفوا معي مباشرة الى الفرن اللي كيكون سخون مسبقا كنحط فيه البيسكويت ديالي باشا كده كيستوي مدة عشرين عشرة دقائق لا اكتر عشر دقائق لا اكتر وكل سيدرا كتعرف الفرن تاعو طريقة تحضيره من بعد ما كتطيب ليه البيسكويت أولى كان دير تانية وكان دير تحتة كنكملهم كلهم من يك يبردوا ليه جيدا كان قلب البيسكويت تاعي على ورق الزبدة ومن بعد كنحيد لي هذا كل الورق اللي كيكون طع الطياب وكانجيب الأطار اللي كيكون على هذي الشكل كنتراصي به الشكل ديال البيسكويت لي كيكون على شكل مستطير كيفما كنتشوفوا معي بالاستعانة بالأطار والسكين كنحيدة ذاك الفائد بنسبة ذاك الفائد ما كان ضيعوش يعني ما كان نرميوش كان نجمعوه فهد بلاستيكو وكنحطف دوبي في الكونجيلاتور وان شاء الله في حلقات مقبلة ردي نحضروا به شي حاجة وهذه النتجة النهائية اللي كان حصل عليها كي جي بيسكوية رائع وشي شورطة بالزر كيف ما كتشوفوا معي في الصور يكفي غير تتبعوا معي الخطوات وكذلك طريقة تحضير ان شاء الله كانت من وصفة اليوم تنال اعجابكم وتجربوا وتشاركوا مع اصدقائكم باشا كده تعمل فائدة اكتر وبنسبة لاشخاص لأول مرة كيشوفوا قناتي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا وما تنسوش الضغطة على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باشا كده توصلوا بجديد الوصفات وبسلام عليكم الى حلقة قادمة ان شاء الله نهاركم بروق